موسيقى نشرة السابعة من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوينها موسيقى جمعة ثلاثة عددهم ثلاثة وكانت في قسم الميدان عدد ثلاثة تحقيقاتنا هالأخجار لمعرفة الدنين دخلوا هتون دخلوا هتون شهداء وجرح بتفجيرات انتحارية استادفت دمشق وداعش يتبنى المعلم يتهم واشنطن بإطارة أمد الحرب السورية ويعلن أن الكرد يسابقون الجيش السوري للوصول إلى منابع النفط قضاء العلل العراقي أمر باعتقال رئيس مفوضية استفتاء قليم كردستان والأخير يرد القرار لقيمتنا روحاني يحذر واشنطن من أنها ستكون المتضرر الوحيد إذا انسحبت من الاتفاق النووي مرض في الكلام فهو لا يحتاج إلى عمل جراحي في الهار وفي النشرة أيضاً اغلاق مطار صنعاء من قبل التحالف يتسبب بوفاة الألف سشد عدد من المدنيين واصيب ستة بينهم أطفال بثلاثة تفجيرات انتحارية وقعت قرب مبنى قيادة الشرطة في شارع خالد بن الوليد بدمشق تبنتها داعش بيان وزارة الداخلية السورية شارع إلى أن انتحاريين فجروا انتحاريين فجر نفسيهما بحزامين أمام مبنى قيادة الشرطة في شارع خالد بن الوليد وحاصرت القوات والشرطة انتحارياً ثالثاً على مدخل سوق البالة قبل أن يفجر نفسه قام عناصر الحراسة لبع قيادة الشرطة بالتصدي لهم ومنعهم من الدخول وتم الاشتباك معهم وقام أحد الانتحاريين بتفجير نفسه بعدها بثواني كمان الانتحار الثاني استطاع تفجير نفسه الانتحار الثالث ما استطاع قامت مجموعة من عناصرنا من العناصر الحراسة بملاحقته استطاع الدخول بأحد الأزقة الداخلية المقابل لقاية الشرطة وتم تفجير نفسه كان مجموعة التي صار عندنا ارتقاء شوهداء اثنين ومجموعة من الجرحة وإصابة أربع مدنيين اشنا غروباص وبعدين في جارسة اثنين ارهابين هجمع شرطة في الجروحة والثالث في الجرحة له لا الدام هاي وساط العالمي وهرب الطريق والهاي والله كنا بها المدرسة من شي ساعة أو أكتر بشوي عم نعطيها دروس هون مدرسة بنات ما سمعنا غير صوت اطلاق نار بعدين صار انفجار أول فرق دايتين انفجار أقوى مو صوت قزيفة توقعنا انه انفجار أو حزام أو كذا بعدين خبرنا من هالعالم نحنا على الباب انه في واحد فجر حاله هون قدام الباب في واحد تالت هرب التالت اللي هرب تقريبا فرق ربع ساعة ثلاث ساعة كان نفجر حاله بالحارة اللي ورانا الحارة اللي ورانا نحنا طلع لانفجار أكبر على المدرسة غبرة وشحوير ودنيا والبنات حالة حالة يا حرام والباص اللي بدوا ياخدهم يرجعون على أهالي هون اللي بالفحامة وشوفت هناك طريق مسكر أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن دمشق ستطالب بفك التحالف الأمريكي لأنه يدمر كل شيء في سوريا باستثناء داعش خلال مباحثاته مع نظيرها الروسي سرغي لافروف في مدينة سوتشي الروسية تهمى لمعلم أمريكا باستخدام التحالف من أجل إطارة أمد الحرب هناك أمور تحدث في منطقتنا لا جواب عليها نراها تقع على أرض الواقع بالدعاءات مختلفة مثلا إذا أخذنا التحالف ما يسمى التحالف الدولي نجد أن هذا التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يدمر كل شيء إلا داعش لا في الضحايا من المدنيين السوريين بين معظمهم رجال نساء أطفال راحوا ضحية الغارات الأمريكية على المدن في الرقع ودير الزور كذلك تدمير البنية التحتية للاقتصاد السوري في تلك المنطقة لذلك نطالب بشدة بحل هذا التحالف وانسحاب الدول منهم لأن الولايات المتحدة تستغل اسم التحالف لضرب سوريا وإطالة أمد الحرب المعلم التهم الفصائل الكردية بمنافسة الجيش السوري للسيطرة على المنطق النفطية بدعم أمريكي وهم أصبحوا في سباق وهم أصبحوا في سباق مع الجيش السوري على حكل المنابع النفط وهم يعلمون جيدا بأن سوريا لن تسمح إطلاقا بالاعتداء على سياسة الوطنية لكنهم الآن سكارة بالدعم الأمريكي لكن هذا الدعم لن يستمر القضية الكردية منذ مئة عام حتى اليوم فشلت في الاعتماد على دولة كبرى واحدة أما لافروف أكد أن بلاده ستواجه محاولات تسييس الملف الكيميائي واتهب الحكومة السورية بعقوع حوادث كيميائية على أراضيها من دون دليل رغم نجاحنا في محاربة الإرهاب والتقدم العسكري الذي يحققه الجيش السوري بدعم القوات الجوية الروسية إلا أننا نرى أن التحضيرات المتعلقة بالتسوية السياسية واعدة محاولات تسييس القضية السورية في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لا تزال مستمرة إضافة إلى محاولة اعتماد مقاربة أحدية الجانب لإلقاء اللوم على الجانب السوري لكننا سنواصل الوقوف بقوة ضد تسييس الهجمات الكيميائية من دون إجراء التحقيقات اللازمة واتهام الحكومة السورية بالمشاركة في معظم الحوادث الكيميائية التي حدثت على أراضيكم ومأيدانيا سيطر الجيش السوري وخلفائه في بحور المقاومة على نقاط استراتيجية شرق نهر الفرات ومحيط الميادين ولفذت وحدات من الجيش عمليات نوعية على مواقع استراتيجية لتنظيم داعش باتجاه قرية الطيبة وسيطرت على عدد من هذه المواقع بعد القضاء على عدد كبير من المسلحين وتدمير عربة مفخخة وآليات بعد إنهاء الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة وجود المجموعات المسلحة بالكامل في البادية السويداء وريف دمشق الجنوبية الشرقي زارت الميادين آخر المخافر الحدودية بين سوريا والأردن واطلعت على تحصينات للمسلحين بأساليب أمريكية هذا تقرير لمحمد الخضر آخر المخافر على الحدود السورية الأردنية تحت سيطرة الجيش وحدات الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة وصلوا إلى المغفر 198 نحن الآن في المغفر 187 المغفر هذا عبارة عن معسكر واسع كما ترون وهو مجهز تجهيزا عالي المستوى هناك مرابض للمدفعية وهناك معسكرات صغيرة ضمن هذا المعسكر وهناك مرآب ومستودعات للذخيرة هذا المعسكر الذي كان تحت سيطرة قوات أحمد العبدو وأيضا مجموعات سود الشرقية كان يستغل كما يبدو في تنقل المسلحين ونقل السلاح أيضا إلى الداخل السوري تم تحرير القطع بالكامل والوصول إلى المغفر 198 تم تحقيق مجموعة من الأهداف من خلال هذه العملية أولا بسط نفوز الدولي على منطقة البادي بالكامل وبشكل خاص على المراكز والمخافر الحدودية أيضا تم إحباط المشروع الصهيو أمريكي الهادف إلى إقامة منطقة عازلة في جنوب جمهورية العربية السورية العملية العسكرية استغرقت عدة أشهر والحصيلة تأمين نحو 12 ألف كيلو متر مربع في المساحات الممتدة بين بادية السويداء وريف دمشق الجنوبي الشرقي وحدات من الجيش السوري التقت من عدة محاور في هذه المنطقة التي تؤمن كامل الحدود مع الأردن عملية نوعية تم موجبها تحرير 12 ألف كيلو متر مربع تم تحرير كامل الحدود السورية الأردنية بالكامل أصبحت آمنة من مجموعات الإرهابية المسلحة حيث تم دحرها من ريف السويداء الشرقي وريف دمشق الجنوبي وما زالت العملية مستمرة حتى تطهير كامل أراضي الجمهور العربي السوري مرجس المجموعات الإرهابية المسلحة ومن قوى الداعمة لهذه المجموعات مخافر أخرى حولتها مجموعة أسود الشرقية إلى معتقلات في عمق الصحراء معتقلات تم تحصينها وتدعمها بخبرات تفوق خبرات المسلحين هذه النقطة رقم 192 هذه النقطة كانت خصصين المسلحين للسجن عاملين فيها منفردات وسجن ولكن هذا التحصين أمريكي 100% لأنه لم يرى أننا تحصينه كمتان تحصين وهذا التحصين أمريكي 100% بين سماكته وكبره الجيش السوري وحلفائه في محور المقاومة أنه مهمتهم على الحدود بقيت عقدة التنف التي تحتاج إلى ترتيبات بمشاركة الحليف الروسي لإنهاء الوجود الأمريكي في التنف محمد الخضر من الحدود السورية الأردنية الميادين تنسقية المسلحين تداولت معلومات عن اتفاق تركي مع جبهة النصر يقضي بتسليم الجيش تركي مدينة إدلب وحذود التماس مع الكرد للجيش الحر وفق التنسيقيات فإن الوفد تركيا دخل معبر أطمى بحماية مسلحي حركة نور الدين الزنكي وبغياب للنصر وفق التنسيقيات فإن الوفد ضم عددا من ضباط الجيش التركي وعددا من المهندسين وقاموا بالدخول من معبر أطمى باتجاه ريف حلب وإدلب تعود محافظة إدلب وأرياف وحلب وحماء لواجهة الأحداث السورية بعد تسليم هيئة تحرير الشام ثلاثة نقاط للجيش التركي في ريف حلب الغربي لمواجهة وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين بالتزامن مع تحرير الجيش السوري لمسافة تتجاوز المئة والستين كيلومترا من الحدود مع الأردن هذا تقرير رضا الباشا أهلا بكم تعود محافظة إدلب وريف حماء إلى واجهة الأحداث السورية إطلاق جبهة النصرى معارك ريف حماء الشمالي عند معبر الدالي وقرية الدالي يتزامن مع تسليم هيئة تحرير الشام نقاطا ثلاث للجيش التركي عند جبل بركات غربي دارة عزة في ريف حلب الغربي في مواجهة وحدات حماية الشعب الكردية المتواجدة في منطقة عفرين وجنديرس في ريف حلب الشمالي ومع بسط هيئة تحرير الشام سيطرة شبهة كاملة على إدلب مرورا بخان شيخون موارك واللطامنة تدور معارك عنيفة بين هيئة تحرير الشام ومسلحي داعش عند قرية طليحان في ريف حماء الشمالي الشرقي وفي دير الزور وصل الجيش وحلفائه من محور المقاومة إلى مشارف مدينة الميادين وبذلك يكون على بعد أقل من ثمانين كيلو مترا عن ألب كمال ومعبر القائم الحدودية على الطريق الدولي في حين أفشل الجيش كل محاولات داعش لمهاجمة نقاطه عند جبل الثردة جنوبي دير الزور إضافة إلى نقاطه في حمامية والسخنة في عمق البدية السورية بريف حمصة الشرقي جنوبا نجح الجيش السوري في تقليص سيطرة الجماعات المسلحة في محيط العاصمة لتقتصر على الغوطة الشرقية من كفر بطنة إلى عين ترمة حرستة ودومة كما تتقاسم الجماعات المسلحة السيطرة مع داعش على جزء من مخيم اليرموك والحجر الأسود جنوب دمشق على الحدود السورية الأردنية حرر الجيش السوري وحلفائه من محور المقاومة المنطقة الجنوبية الممتدة من ريف السويدة الجنوبي وصولا إلى ريفها الشرقي على طول الحدود بمسافة تتجاوز المئة وستين كيلو مترا وسيطر على عشرات المخافر الحدودية عند وادي الشرشوح وحدلية ليقترب أكثر من معبر التنفي الحدودي باهتمام تابع المحللون الإسرائيليون أعلن وزير الأمن الإسرائيلي في غدور لبرمن أن لبنان وسوريا جبهة واحدة في المواجهة المقبلة وعملوا على تحليل خلفيات هذه المواقف وأهدافها هذا تقرير لمنال إسماعيل بعد إقراره الأخير بأن الرئيس السوري بشار الأسد انتصر في المعركة في سوريا جاء وزير الأمن الإسرائيلي أفكدور لبرمن ليعلن أن لبنان وسوريا سيكونان جبهة واحدة في أي مواجهة مقبلة وليطلق رسائل تهديد تجاه لبنان وسوريا على حد سواء في الحرب المقبلة في الشمال لن تكون هناك جبهة لبنان فقط على إسرائيل أن تكون مستعدة للمفاجآت علينا الاستعداد لكل سيناريو محتمل في كل التطورات التي يمكن أن تحصل ستكون هناك جبهة واحدة سوريا ولبنان معا حزب الله النظام السوري وكل مساعدين نظام الأسد أيضا من ناحية جبهة لبنان لا يجري الحديث عن حزب الله فقط يجري الحديث عن حزب الله والجيش اللبناني لبنان بتصريحاته هذه التي تعكس القلق الإسرائيلي من التطورات الحاصلة في سوريا يحاول برأي معلقين تعزيز الردع الإسرائيلي تصريحات لبنان تهدف قبل كل شيء إلى تعزيز الردع على الجبهة الشمالية مقابل حزب الله والإيرانيين ومقابل السوريين على خلفية التعاون الوثيق جدا أخيرا بين الجيش اللبناني وحزب الله بكل ما يتعلق بقتال داعش يأتي كلام لبرمن الذي يشير إلى أي حد هذا التعاون هو وثيق كلام لبرمن يعكس أيضا السياسات التي نراها لدى الجيش الإسرائيلي الذي ينظر إلى التغيرات الدراماتيكية في سوريا في الفترة الأخيرة وينظر إلى لبنان وسوريا كحلبة واحدة ومنطقة واحدة مراقبون أشاروا إلى أن تهديدات لبرمن لا تعد كونها جزءا من الحرب الكلامية التي تخوضها إسرائيل ضد إيرانا ولبنانا وسوريا وحتى روسيا يجب النظر إلى كلام لبرمن كجزء من الحرب الكلامية بين إسرائيل وحزب الله أو كجزء من حرب الرسائل الإسرائيلية التي توجه إلى الروس والإيرانيين وبالطبع إلى حزب الله إذا كانت وظيفة وزير الأمن الإسرائيلي تحذير الجيش للحرب والتحذير من تجاهل التطورات فالسؤال الذي يطرح وفقا لمحللين هو لماذا على لبرمن تحدث مرارا وتكرارا عن مواجهة عسكرية تعتقد جهات استخبارية إسرائيلية أنها لا تبدو في الأفق الآن أعلنت الخارجية الأمريكية تخصيص مكافأة مالية لاعتقال شخصين قالت إنهما قياديان في حزب الله مشددة على أن الحزب تهديد للأمن الأمريكي وأن مواجهته أولوية لدى ترامب في غضون ذلك أعلن البيت الأبيض أن ترامب سيعلن خياره الستراتيجي بشأن إيران اعتمادا على رؤيته الشاملة لدور طهران في العالم خلال الأسبوع الحالي هذا تقرير لمحمد كريم خطوات تمهيدية لإدارة ترامب تجاه حزب الله توجت بالمؤتمر الصحفي للخارجية الذي عرض مكافآت مالية لمن يقدم معلومات تسهم في ألقاء القبض على قياديين في الحزب خطوات سبقتها قرارات في مجلس النواب الأمريكي حول فرض عقوبات على الحزب من المهم التذكير بأن حزب الله لم يطور قدراته العسكرية والإرهابية من تلقاء نفسه لقد أصبح على ما هو عليه من تهديد عالمي اليوم لسبب الوحيد وهو مساعدة طهران العميقة والملحة وقد قام النظام الإيراني ببناء وتمويل حزب الله لإثارة عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة وفي جميع أنحاء العالم وهذا كله يأتي على حساب الشعب الإيراني في السنوات العشرين الماضية ومنذ اعتبار حزب الله منظمة إرهابية أجنبية لم نركز على الحزب وعلى التهديد الذي يمثله للوطن لا أتحدث اليوم عن أي تهديد محدد أو وشيك للوطن نحن نرى في الواقع استمرار نشاط حزب الله هنا داخل الوطن إعلان جاء لتمهيد الأجواء لتصعيد ترامب ضد إيران من خلال استحضار الحوادث التي طاولت الأمريكيين في السابق تحضيرا للداخل الأمريكي من أجل إعلان عدم مصادقته على الانتفاق النووي والسعي لمعاقبة طهران ومحاصرة الجهات المؤيدة لها هي سياسة واسعة للتعامل مع دور إيران الذي يلحق الضرر بالمنطقة يقول مسؤول البيت الأبيض وذلك اعتمادا على رؤية شاملة لدور طهران في العالم الإجراءات المتعلقة بإيران تمت المصادقة عليها وسيعلن عنها لاحقا خلال الأسبوع الحالي إذن هي لائحة اتهامات شاملة لإيران تركز على دورها ودعمها لحزب الله ويراهن فيها ترامب على أن تحظى بالموافقة من كونجرس معروف بمناخه التقليدي المعادي لطهران لكن الأمر لا يخلو من الجدل هناك أمام عدد غير قليل من الديمقراطيين ممن لا يرغب في إلغاء اتفاق يمنثل إنجازا وإرثا للرئيس الديمقراطي السابق أوباما الولايات المتحدة كانت تخوض حربا غير مباشرة مع إيران وحزب الله ويبدو من التصريحات الأخيرة أنها تعلن رسبيا التوجه نحو شن حرب شاملة بمعزل عن الوسائل العسكرية حتى الآن محمد كريم واشنطن الميادين سدف حزب الله ماليا وعرض مكافآة على من يدلي بمعلومات عن قياديين ليس جديدا تاريخ طويل من المواجهة بين واشنطن وحزب الله نتعرف عليه في هذا العرض لعبد الرحمن عز الدين أهلا بكم مشاهدين قرار واشنطن فرض عقوبات على حزب الله وتقديم مكافآة لمن يدلي بمعلومات عن قياديه ليس جديدا فالإدارة الأمريكية بدأت هذا النوع من المواجهة مع الحزب منذ زمن طويل البداية كانت مع القائد العسكري السابق للحزب الشهيد عماد مغني حيث عرضت واشنطن خمسة وعشرين مليون دولار مكافآة لمن يدلي بمعلومات عن الحاج رضوان الذي اتهمته واشنطن بتفجير السفارة الأمريكية في بيروت عام 1982 وخطف طائرة الـ TWA عام 1985 عام 2011 دخلت واشنطن مرحلة جديدة من العقوبات على قياديي الحزب اتخذت أنذاك قرارا بفرض عقوبات على القائد العسكري للحزب مصطفى بدر الدين لقيادته العمليات العسكرية في سوريا بالإضافة إلى مرافقته أمينة عام حزب الله السيد حسن نصر الله أثناء اجتماعات للتنصيق الاستراتيجي مع الرئيس السوري بشار الأسد في تموز يوليو من العام 2015 عادت الحكومة الأمريكية وفرضت عقوبات على ثلاثة قياديين من المقاومة كان على رأسهم مجددا بدر الدين وفؤاد شكر وابراهيم عقيل في كانون الأول ديسمبر من العام نفسه بدأ الكونغرس الأمريكي حربا مالية ضد الحزب فأقرى بشقيه النواب الشيوخ قانون حظر التمويل الدولي على حزب الله قانون يطال كل من يثبت طاعاته ماليا مع الحزب مطلع العام الحالي أدرجت واشنطن اسمين جديدين من الحزب على قائمة العقوبات مصطفى مغني نجل الشهيد عماد مغني بتهمة قيادة عمليات الحزب في مرتفعات الجولان والمساعدة في تنظيم البنية التحتية للحزب أما الاسم الثاني فهو علي دعموش البالغ من العمر 54 عاما وتتهمه أمريكا بقيادة العلاقات الخارجية للحزب وبأنه أحد مساعدي أميني عام حزب الله السيد حسن نصر الله مجددا أطلت الخارجية الأمريكية لتعطي مكافآة هذه المرة لمن يدلي بمعلومات عن قياديين في الحزب فعرضت 7 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن طلال حمية الذي تعتبره واشنطن قائد وحدة العمليات الخارجية لحزب الله وما يصل إلى 5 ملايين دولار عن فؤاد شكر قائد عمليات الحزب العسكرية في الجنوب العقوبات الأمريكية على الحزب من المرجح أن تزداد في الفترة المقبلة وهي ستتظال كل مؤسسة أو فرد يتعاون مع الحزب ومؤسساته ماليا أو لوجستيا وهذا ما ذكره السيد حسن نصر الله في خطابه الأخير نصر الله أكد أن العقوبات ستؤثر على الحزب جزئيا لكن ميزانيات الحزب الرئيسية لن تتأثر مشيرا إلى أن أمريكا تهدف من خلال عقوباتها على تغيير موقف الحزب من قضايا المنطقة وهذا ما لن يتحقق على الإطلاق أصفت المفوضية العليا المستقلة للاستفتاء في إقليم كردستان العراق وصفت قرار الاعتقال الصادر بحقها بالسياسي وأن لا أهمية له على أرض الواقع محكمة العليا كانت أصدرت أمر الاعتقال بناء على الشكوى المقدمة من مجلس الأمن الوطني على خلفية إجراء الاستفتاء خلافا لقرار المحكمة الاتحادية العليا أفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء العالم معي مباشرة من العاصمة العراقية بغداد الخبير والقانونية الأستاذ طارق حرب حياك الله وأسعد الله مساءك ومباشرة نسأل إن كان هذا القرار الذي أدانته المفوضية والصادر على المحكمة الاتحادية العليا يقع في الشق السياسي من التوتر والتوتر الحاصل بين الإقليم والمركز أم أنه يقع كليا في الناحية القانونية فقط حياك الله وحيا مشاهديك وبرك الله فيك سيد الكريم ماذا ترجو من موظف حكومي يتقاضى راتب من الدولة ويخالف هذا الموظف الحكومي قانون الدولة المفوضية الموجودة في أربيل موظفون حكوميون تابعون للحكومة الاتحادية يتقاضون رواتب من الحكومة الاتحادية والحكومة الاتحادية موقفها معروف والدستور موقفها معروف والمحكمة الاتحادية موقفة ضرب فلما كان هؤلاء الموظفون قد ضربوا عرض الحائق الدستور والقانون والقضاء والحكومة لا بد أن تتخذ إجراءات القانونة بحقهم فالإجراءات المتخذة إجراءات قانونية أصولية تقدم عليها أي دولة حتى لو كان في مصافي الدول المتقدمة جدا أساد طارق قبل أن نتحدث عن الجانب السياسي لكن في الجانب القانوني ألا يعتبر الموظفون في المفوضية العليا المستقلة للاستفتاء موظفون تابعون لحكومة الإقليم وينفذون أوامر حكومة الإقليم نهائيا موظفون حكوميون يتقاضون راتب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الموجودة في الانتخابة في بغداد هم جزء من المفوضية الموجودة في بغداد للهيئة المستقلة وحتى لو فرضنا وهذا من المحال أن يكونوا يتقاضون رواتب من جهة ما فعليهم التقيد بالدستور والقوانين الاتحادية لا سيئة في مسألة الاتحادية وليست مسألة إقليمية بمعنى أن لو فرضنا أن هناك استفتاء سيحصل يجب أن تتولى الحكومة الاتحادية ولا تتولى الحكومة الفيدرالية في إقليم كردستان حكومة الإقليم هنا الناحية القانونية أو السياسية هناك من يقول اليوم بأنها يجب أن تتوجه إلى حكومة الإقليم يعني إلى قيادة الإقليم التي قررت إجراء الاستفتاء وليس لمن ينفذون يعني هؤلاء ينفذون قرارات قيادتهم قيادة إقليمهم وبالتالي كيف يمكن التعامل معهم على أنهم خارجون عن القانون هنا يعني كأنه حصل لبس من الناحية القانونية ليس كذلك لا نحائية لا معصية لمخلوق في أمر الخالق كذلك لا معصية في موظف في أمر صادر من الحكومة الاتحادية الحكومة الاتحادية موقفة واضح واتخذ إجراءات القانونية بحقهم وستتخذ إجراءات قانونية بحق آخرين قد تصل إلى حد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق قيادة إقليم كردستان لأن هذا مسألة أو جبه القانون لا سيما وأن التهمة الموجهة إليهم هي تهمة مخالفة الامتناء عن تنفيذ أمر القضاء يعني الامتناء عن تنفيذ أمر المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف الاستفتاء يعني لم يحاسبوا على رأيهم ولم يحاسبوا على موقفهم السياسي ولم يحاسبوا على أمر وأنما حوسموا لصدور قرار من محكمة ملزم في جميع أنحاء إراء يتضمن إيقاف تنفيذ الاستفتاء بهذه المجال كانت المسؤولية القانونية التي قررت بموجب أحكام القبض أو التوقيف الصادرة نعم قد يقول القائل أن هذه القرارات لا تنثث في إقليم كردستان شأن حالات القبض والتوقيف السابقة طارق الهاشمي فلان الفلاني وسوى أقول أن المسألة تأخش كلها القانون للأصل أما التنفيذ أو عدم التنفيذ هذه مسألة أخرى بالأصل هو اتخاذ الإجراء الذي يرسم القانون شكرا جزيلا لك أستاذ طارق حرب الخبير القانوني كنت معنا مباشرة من بغداد إذن كررت بغداد موقفها لا حوار إلا بإلغاء الاستفتاء واعتماد الأطر الدستورية لحل الأزمة بين بغداد وأربيل الحكومة العراقية تلاحق الأموال العراقية في الخارج والمودعة بحسابات إقليم كردستان فيما تبحث وزارة النفط عن خطوط نقل نفط بديلة هذا تقرير لعبدالله بدران لا حل قبل ثلاثية إلغاء الاستفتاء والعودة للدستور واحترام وحدة العراق موقف بغداد لا يتغير إذن والموقف الكردي لم يبدي مرونة حتى الآن المركز لم يتسلم المنافذ الحدودية بهدوء المنافذ البديلة هي الحل ولا رسائل أوضح من مناورات بالعربات المصفحة للسيطرة على هذه المنافذ ليرتفع منسوب التلويح بالقوة أو يلغى الاستفتاء وما ترتب عليه قبل البدء بأي حوار تجمدت الأزمة إذا الشارع العراقي حتى الآن ينتظر المزيد من الفعل الحكومي والنيابي لإيقاف إجراءات الانفصال عن العراق على قاعدة أنها إجراءات تنفيذية ردا على الاستفتاء لا عقوبة جماعية موجهة ضد القومية الكردية أنظار البغداديين تتحرك صوب الموقف الرسمي هل تملك بغداد حقا من القوة ما يكفي لاتخاذ إجراءات تغيير المنافذ وإنشاء البديل منها أم لا لا أستشعر من الكرد رغبة حقيقية بالانفصال فهو لن يخدم مصالحهم وما نراه الآن ليس سوى زخم وضجيج لاستثارة العواطف الوقت غير مناسب فهذا الاستفتاء سياسي يراد منه تحدي بغداد وزيادة شعبية قادة الكرد أما البرلمان العراقي فوجهته التأييد لموقف الحكومة ولم يتأكد ما إذا كان خط قناة السويس العقبة وحتى العراق جاهزة أو ما إذا كانت الإجراءات ستتضمن تفعيل طريق تركيا إيران العراق عبر معبر جوربولاك مضطر الحكومة العراقية أن توجد معابر بديلة أو متقدمة في داخل الحدود الدول الأخرى بالتفاهم معها تقدم بغداد على خطوات عملية هادئة تجنبا لأي استعار في الأزمة التي أدخلت العراق في دائرة الخطر وتجنبا لأي مواجهة يعود معها الاحتلال الأمريكي في سيناريو جديد ولباس قوات فصل بين الجيش العراقي والبيشمرق عبدالله بدران بغداد الميادين بعد الفاصل ترامب لم يتهم وزير خارجيته بمعدل ذكاه جددا حياكم الله أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن أمريكا ستكون المتضررة الوحيدة إذا ما خرجت من الاتفاق النووي مشددا على أن لبلاده طرقا متعددة لمواجهة الخطوات الأمريكية إذا ما ارتكبت أمريكا خطأا وخرجت من الاتفاق النووي فأنا أؤكد أن الضرر سيلحق فقط بأمريكا نحن لدينا طرق متعددة سنختار الطريق الذي يحقق مصالح بلادنا ونظامنا لن نواجه أي مشاكل وسنمضي في الطريق الذي نختاره طالما أن شعبنا متحد ومنسجم وصوتنا واحد ولدينا قائد شجاع يرشدنا ونحن جميعنا مطيعون له روحاني وخلال الشمع الحكومة الإيرانية أكد أن أكبر خطأ يمكن أن تقترفه أمريكا واتخاذها أي إجراء ضد الحرس الثوري الإيراني محبة كبيرة عند الإيرانيين وشعوب المنطقة إذا مرتكبت أمريكا خطأ وأقدمت على أي خطوة ضد الحرس الثوري فسيكون ذلك خطأ في خطأ هم يظنون أن الحرس الثوري مؤسسة عسكرية فحسب لكنه ليس كذلك إنه في وسط وقلب الشعب ودافع في كل الأيام الخطرة عن مصالحنا الوطنية الحرس الثوري ليس محبوبا من الشعب الإيراني فقط وإنما هو محبوب من الشعب العراقي والسوري واللبناني ومن الكرد أيضا فقد ساهم في إنقاذ بغداد ودمشق وهيبة واستقلال لبنان وساعد المظلومين ووقف في وجه الإرهابيين ولأن الحرس الثوري ومن خلال تخطيطه ودعمه للشعب العراقي والشعب السوري والشعب اللبناني أذن لداعش لذلك انزعجتم منه خارجية الروسية خذرت من أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي حول إيران سيؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط والعالم وتسألت عن المصلحة الأمريكية في الانسحاب من الاتفاق الذي أكدت فعاليته وضرورة تنفيذه من قبل جميع الدول كذلك أكدت الخارجية الروسية حق إيران في التخل عن الاتفاق النووي إذا أعادت واشنطن فرض عقوبات عليها نفى البيت الأبيض أن يكون الرئيس الأمريكي قد شكك في معدل ذكاء وزير خارجيته لترى النطقة باسم ترامب أن الأخيرة كان يمزح خلال عطلة الأسبوع تمنى الرئيس لو كان الوزير تيلرسون قويا أكثر والآن يقول أن معدل ذكاء الوزير أقل من معدله لذلك سؤال هو لماذا قد يريد الرئيس شخصا غير قوي وغير ذكي في وزارة الخارجية الرئيس بكل تأكيد لم يقصد أن الوزير ليس ذكيا لقد كان يمزح وليس أكثر من ذلك الرئيس لديهم من الأسقى بوزير الخارجية وكان لديهما لقاء ممتاز ويعملان معا لتنفيذ أجندة الرئيس حذرت الخارجية الروسية من أن منظومة صواريخ ثاد الأمريكية المنشورة في كوريا الجنوبية موجهة ضد روسيا والصين وليس ضد كوريا الشمالية بحسب مزاعم واشنطن مدير قسم أمريكا الشمالية في الخارجية الروسية أشار إلى أن هذه المعدات غير قادرة نهائيا على منع بيونج يانج من توجيه ضربة لرد في حال الاعتداء عليها وأن موسكو وأبكين تعيان جيدا أن ثاد موجهة ضدهما هذا واجرت قاذفتان استراتيجيتان أمريكيتان أمس للمرة الأولى تدريبات ليلية قرب كوريا الشمالية بحماية مقاتلات من سلاح الجو الياباني والكوري الجنوبي وفد بيان للقوات الجوية الأمريكية بأن قاذفتين أمريكيتين ثقيلتين أسرع من الصوت نفذتا مهمة في منطقة بحر اليابان موسيقى تواصل حركتا فتح وحماس الحوار الوطني الفلسطيني اليوم في القاهرة لاستكمال المناقشات التي سادتها أجواء نيجابية وفق ما قالت الحركتان وكانت قد اختتمت الجلسة الأولى من الحوار ببيان ختمية شر لنا الطرفين ناقشا عددا من موضوعات المصالحة بهدف رفع المعاناة عن كاهل الشعب الفلسطيني وتخفيف وطأة الأوضاع المعيشية في غزة ولفت البيان لأن المباحثات سادتها أجواء إيجابية وأكد المشاركون تطلعهم إلى مواصلة الحوار اليوم بالروح البناءة نفسها حول هذه الاجتماعات معنا من بيت لحم ودير مكتب الميادين في فلسطين ناصر اللحم ناصر أجواء هذه الاجتماعات وإذا كانت لتزال مستمرة وإلى متى أيضا سوف تستمر والنتائج التي يمكن أن تتوصل إليها أو المطلوب أن تتوصل إليها من قبل الطرفين نعم كمال مساء الخير اليوم أيضا نقارب عشر ساعات متواصلة من الحوار بين وفدي فتح وحباس في أحد مقار المخابرات المصرية تلاما مثل أمس لم يعود الوفدان إلى الفندق حتى الآن من الاستشراف وكنت تحدثت أيضا مع جهات متصلة بالوفد أكدوا بأن الأجواء إيجابية من ناحية الإرادة السياسية أي أن الإرادة السياسية للتنظيمين والإرادة السياسية عند مصر إنجاح هذه المفاوضات كما كشفنا صباحا بأن الجلسة التي مرت بالأمس كلها كانت حول طريقة إعادة استيعاب الموظفين عشرات ألاف الموظفين الذين جرى توظيفهم في السنوات العشر الماضية في قطاع غزة أما اليوم فتطرح جميع الملفات وعلى رأسها تسليم المعابر والحدود إلى حرس الرئاسة أما كيف ستكون الأمور لغاية الآن الآلية هي في مقر المخابرات المصرية هناك تنصيق عالي بين القيادات السياسية ويضاف إلى ذلك إذا احتاج الأمر فإنه يمكن تنديد الجلسات الحوار مرة أخرى على كل حال من الأحوال من المزمع اليوم تشكيل لجان إذا انتهت الجلسة بعد قليل علينا أن نسمع بأنه تم تشكيل لجان هذه اللجان مهمتها حتى بعد انتهاء جلسة الحوار أن تواصل عملها إلى حين اللقاء لآخر أما فيما يتعلق بالبقاء في مصر إذا اقتضت الحاجة يتم تمديد البقاء إذا لا تعود كل الوفود إلى قياداتها السياسية للتشاور والتأكيد يتوقع بأنه الأجواء إيجابية لكن يحذر من الاستعجال في هذا الموضوع شكرا جزيلا لك ناصر لحام مدير مكتب الميادين في فلسطين كنت معنا مباشرة من بيت لحم في قطاع غزة استهدفت قوات الاحتلال بالرصاص نقطة للضبط الميداني تعرضت للقصف قبل يومين أثناء سيارتها قرب أبو صفية شرقية مخيم المغازي من دون أن يسفر الاستهداف عن إصابات كما أطلقت مواقع الاحتلال النارة تجاه الأراضي الزراعية شرقي مدينة دير البلح وسط القطع فيما استهدفت زوارقه صباحا مراكب الصيادين في بحر شمال غزة من دون وقوع إصابات أعلنت وزارة الصحة اليمنية عن وفاة أكثر من أربعة عشر ألف مريض يمني نتيجة إغلاق مطار صنعاء الدولي الأمر الذي حالت دون علاجهم في الخارج نهيك عن الخسائر الاقتصادية الكبيرة بسبب إغلاق المنافذ البرية والبحري هذا التقرير لأحمد زبيبة هذا الطفل ذو الثلاث سنوات أقرب للموت من الحياة بسبب تأخر سفره لإجراء عملية زراعة كلا في الخارج فإغلاق التحالف السعودي لمطار صنعاء الدولي حال دون ذلك معاناة يومية لا تتوقف فيما الأدوية التي تعطى له ما هي إلا حل مؤقت لإعانته على تحمل الألم ولو قليلا مرض في الكلاء فهو لا يحتاج إلى عمل جراعي في الخارج ولكن الظلاث المادية غير بسموحة حتى ولو السفر ممنوع وحتى في بعض الأحيان يحتاج الواحد لنجلس في البيت للمس من الظلاث المالية حالة هذا الطفل ككثير من الحالات هنا في اليمن تحتاج للسفر من أجل العلاج في الخارج بلغت أكثر من 95 ألف حالة ومنع التحالف السعودي السفر من مطار صنعاء الدولي أخر العلاج وأدى إلى موت ما يزيد عن 14 ألف مريض وفق وزارة الصحة اليمنية العملية موقفة بعض العملية الكبيرة وخصوصا العملية الجراحية تحتاج إلى إمكانيات غير متوفرة في بلادنا أيضا حرموا من السفر وهذا تأثروا كثير بعض حالات أيضا الأمراض التي تحتاج إلى بحوصات متقدمة غير موجودة في اليمن أيضا تأثروا كثير وتضروا بعضها وحدثت حالات وفاة الخسائر لم تتوقف عند الجانب الإنساني بل امتدت إلى الجانب الاقتصادي ولسيما في قطاع النقل حيث بلغت الخسائر نتيجة إغلاق التحالف المنافذ البرية والبحرية ومطار صنعاء الدولي أربعة مليارات دولار هناك خسائر مباشرة في قطاع النقل وغير مباشرة تعدت الأربعة مليار دولار منها خمسة وستين مليون دولار هذا خسائر في مطار صنعاء الدولي من مئات الضربات التي دصفت بها مدرج صنعاء الدولي وبعض منشآته واقع الحصار الذي يفرضه التحالف يستدعي من جميع المنظمات الإنسانية والدولية كسر صمتها وتحمل مسؤولياتها أمام اليمنيين الذين ينتظرون منها الكثير لتخفيف معاناتهم أحمد محمد زبيب صنعاء الميدين أعلن رئيس الحكومة الإسبانية مريانو رخوي أن مدريد ستسأل حكومة أقليم كتالونيا رسميا إن كانت قد أعلنت الاستقلال أم لا رخوي وبعيدة اجتماعا طارئ للحكومة الإسبانية اليوم أشار إلى مدريد ستنتظر رد أقليم كتالونيا قبل اتخاذ أي إجراء وفقا للدستور الإسباني تسع روايات عربية مترجمة أو مكتوبة بالفرنسية تنافست على جائزة الأدب العربية التي ينظمها معهد العالم العربي بباريس ومنحتها لجنة التحكيم لروايته وحدها شجرة الرمان للكاتب العراقي سينان أنتون السيرة الأدبية للروائي والشاعر العراقي سينان أنتون حافلة بالإنتاج وبتنوع أساليب التعبير الإبداعي والأكاديبي فهو إلى جانب اهتمامه بالشعر والتدريس الجامعي أخذت الرواية منه وقتا وجهدا وبنى عالمه الروائي في خط ثابت وعميق أوصله أخيرا إلى فوز روايته وحدها شجرة الرمان بجائزة الأدب العربي في دورتها الخامسة التي ينظمها معهد العالم العربي في باريس لجنة تحكيم الجائزة وصفت رواية السينان أنتون بأنها رواية مؤثرة تضع قارئها في قلب التراجيدي العراقية بل الإنسانية رواية وحدها شجرة الرمان حكاية تزاوج الموت بالحياة والواقع بالخيال تمتلئ بالانفعالات والتوتر الصادر عن شخصياتها واحداثها ترتكز الرواية على حكاية موت عراقية تصل إلى مستوى متوتر ولا معقول من خلال شخصية غاسل الموت في بغداد وكيف تطورت مهنته بمناخات سوداء فرضتها عمليات القتل التي فاقت كل خيال عبر مراحل الحروب في العراق سينان أنتون يعيش في الأوليات المتحدة الأمريكية منذ سنوات طويلة وصدرت له إلى جانب وحدها شجرة الرمان روايات عديدة ودواوين شعر ترجمت إلى عدة لغات ونال مجموعة من الجوائز العربية والأجنبية من يورك ينضم رينا الرواي والشعر العراقي سينان أنتون صعد الله أوقاتك أستاذ سينان ومباشرة بعد أن نبارك لك بهذه الجائزة برأيك ما الذي جعل هذه الرواية روايتك وحدها شجرة الرمان تفوز بالجائزة من بين ثماني روايات أولا شكرا على الاستضافة سعيد جدا أعرف أن الترجمة إلى الفرنسية كانت الترجمة التي قامت بها ليلى منصور كانت ممتازة وأفترض أن الرواية نجحت في استفاء الشروط الجمالية والشروط الأدبية التي اقتنعت بها اللجنة يعني في نهاية الأمر الذائقة الأدبية موضوع معقد وليس هناك وفاق دائما لكن لا شك أنني سعيد بقرار لجنة التحكيم لأن هذا تكريم كبير لي شخصيا وأيضا للرواية العراقية طيب هذه الرواية التي فازت تتحدث عن العراق بشكل أساسي كما كنا نتابع في التقرير حضرتك اخترت هذه البيئة أو هذا المسار في الحرب أو العراق حاضرا وماضيا ليكون مسارا في هذه الرواية أو في أعمالك بشكل عام أم أن ما يجري في العراق هو ما فرض عليك أن تذهب أن تنحو هذا النحو يعني أنا عشت نصف حياتي والسنين الأولى المهمة جدا في تكوين أي إنسان وبالذات في تكوين الكاتب في العراق وكذلك أنا انتقلت للعيش في الولايات المتحدة والولايات المتحدة متورطة منذ زمن طويل بسياسات ومقدرات العراق لكن أكيد بعد الغزو والاحتلال وبعد الحرب الطائفية التي جرت روحها في العراق في السنين الأولى بعد الاحتلال كان هذا هاجس أغلبية الكتاب والفنانين العراقيين كيف نكتب عن ما يحدث وكيف نصور ما يحدث وأنا يعني وقعت على هذه المهنة وفجيت أن أحدا لم يكتب عن هذه المهنة من قبل المهنة مهمة جدا ومن خلال الدخول إلى شخصية لم غسلت شي وهذا العالم مدخل مهم وغني برأيي للتعامل مع إشكاليات وأحداث محلية جدا ولكن لها بعد إنساني وهي موضوع التعامل اليومي مع الموت في وقت الحروب وماذا يحدث عندما تتغير الهويات ويعم الخراب ليس فقط في الخراب على أجساد البشر ولكن أن يتحول بلد بأكمله فهذه واحدة من الطرق في مقاربة موضوع شائك جدا ومعقد لكنها في نهاية الأمر حكاية إنسانية وثيمة قديمة جدا منذ زمن قلقامش وهي تعامل الإنسان مع الموت ومقاومة الموت بالجمال وبأمور أخرى أيضا شكرا جزيلا لك أستاذ سينان أنتون الروائي والشار العراقي كنت معنا مباشرة من يورك السابعة انتهت شكرا للمتابعة وإلى العنوين شهداء وجرحة بتفجيرات امتحارية استاذفت دمشق ودعش يتبن معلم يتهم واشنطن بإطارة يمد الحرب السورية ويعلن أن الكردة يسابقون الجيش السوري للوصول إلى منابع النفط قضاء الأعلى العراقية أمر باعتقال رئيس مفوضية استفتاء إقليم كردستان والأخير يرد القرار لا قيمة له روحاني يحذر واشنطن من أنها ستكون المتضرر الوحيد إذا انسحبت من الاتفاق النووي مرض في الكلام فهو لا يحتاج لعمل جراحي في الهارة وكان في النشر إغلاق مطار صنعاء من قبل التحالف يتسبب بوفاة الآلاف مزيد من الأخبار سور موقع الميادين في الانترنت الميادين دوت نت ولمتابعين باللغة الإسبانية اسبانول دوت الميادين دوت نت للقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر